كم واحد من الجيل الحالي ينفع يحترف في أوروبا؟ من اللعيبة عندنا؟ يعني فيه كذا واحد فيه أحمد شريف ينفع يلعب في أوروبا فيه أحمد نادر حواش محمد حمدي يقدر يلعب في أوروبا رأفة خليل لعيبة الملتزمة جدا يقدروا يلعب في أوروبا هم دول اللي يلعبوا منتخب مصر برضو؟ ويلعبوا منتخب مصر أستدو تريفي تاتة واربع أسمية هم تقريبا دول تاني أحمد طارق أحمد شريف أحمد نادر حواش محمد حمدي رأفة خليل مصطفى مخلوف طبعا نادر بلعب برة دول أقطة اللعيبة ممكن نشوفهم في المستقب فيه أحمد رضا السردباك وواحد تاني جودة والله العدد ده كان المفروض يكسيمنا كاس أفرادك المفروض ما أنا بقول لحددك بس هو فيه أحمد نادر وأحمد شريف كانوا مصابين ويوسف حسن برضو كان مصاب ما قلت ليش بقى المهاجم اللي هو مظهر مظهر ما قلت ليش اسمه ما هو مظهر كده كده بلعب برة حتى صراح باشي صراح باشي ألعب كبير بس أنا ما أتكلمش عليهم لأنهم كده كده بلعبوا برة يعني مظهر بلعب في اليونان وصراح باشي بلعب في اليونان مظهر الدكول المردودة أنت كنتم مستنينه مش بالزبط لا لا يعني يعني زي بتقال عليه أنه هو هدف البطولة الأوروبية بطولة أوروبا مفروض كان يبقى أعلى من كده شوي يعني إنما هو لعب كويس يعني هو لعب كويس إنما المردود بالنسبة لي أو بالنسبة للعبة كلها مش هو اللي كان مطلوب مني أنا